سلام لبنات ان شاء الله تكونوا بخير وبصحة جيدة اليوم في هذا الفيديو راح نشوفوا وصفتين الوصفة الاولى خبز الدار شباب بالزاف يجي قطني من الداخل ومقرمش من بره ورح نشوفوا الوصفة التانية اللي هي البادنجا المشرمل في الفرن اذا نقولكم بقو معي لاخير باش تشوفوا تفاصيل تحضير الكيفيتين مشاهدة ممتعة ونبدأوا مع الوصفة الاولى وهي خبز الدار عندي هنا كيلو تاع الفارينة نحط له ملعقة كبيرة تاع السكر وملعقة كبيرة التاع خاميرة الخبز نحركه مع بعض ومن بعد نضيف لهم نصف ملعقة كبيرة تاع الملح هذا الخبز ما فيهش مقادير بزاف هو جاي ساهل وهاي التاني يجي مفش فش لازم تجربوه اهنا نجيب الاناء تعال بيتخان وتقدرو تستعملو يديكم يعني تقدرو تستعملو في الجفنة ديو في الجفنة وتدلكو بيديكم ونبدأ اندور في هدوك المقادير الجافة ونضيف المدافي حتى تتلايم لي العجينة وبعد الثلاث دقائق تاع العجينة تحصلوا على هذا القوام تكون العجينة نوعا ما تتلاسق في اليد هنا نضيفو ملعقة كبيرة تاع السمن تقدرو تعودوها بالماركارين وتقدرو تعودوها بزوج ملاعق كبار تعزيت ونعودو نعجنوها لدقيقة حتى نشوفو هادا كسمن والماركارين اللي درتوها اختافت تماما وتولي العجينة تاعنا وكتلة واحدة وهنا البنات كما كون تشوفو نسيت باش ندير حبت حلاوة وسنج في اللويل حتى لدروق باش ضفتها حتى ما نكملت باش تفكرت طوك هنا غيبيت ديار حندخلها كما كون تشاهدو وراكم تشوفو في القوام تاع العجينة كيفاش تجي نرفضها هكذا مباشرة ونحطها في انغي سيبيون هادي هي العجينة تجي هكذا مطاطيات تكسل غير واحدها نجيب هنا انغي سيبيون ونحط فيه العجينة التاعي ندهنها بشوية تعزيت هكذا من الفوق ومن بعد نغطيها بالبلاستيك الغذائي نخليها تخمر مدة هكذاك 1.5 ساعة الى 35 دقيقة نعاود نكسل لها الخمور بعد 4 ساعة يعني بعد 4 ساعة نفتح لها هاداك بلاستيك الغذائي نعاود نضربها شوية نهبطها هناك كيرانة في زمان الصيف وصخانة اذا كنت في الشتاء وصف المدينة اذا كنت في التخلص ونعود نغطيها بالبلاستيك وبالسربيتة ونعاود نخليها تضعف الحجم التاحة ولا تخمر للمرة الثانية ونروح لعملية التشكيل بعد ما خمرتلي العجينة للمرة الثانية نجيب هنا الصينية على الفرن ونحط فيها البابية كويسون باش ما تلزق ليش وندير هنا نرش عليها شوية على السميت اللي يكون متوسط نجيب العجينة التاعي كما راكم تشوفو اذا انهبط العجينة التاعي فوق سطح العمل نشكل هكذا كورات الحجم التاحة ليكون كبير بزاف هكذا كما تشوفو كورات صغيرة نجيب هنا شوية على الزيت باش ما تلزق ليش في يدي يعني شوية تلزق راه العجينة متلاسقة ونشكلها كما راكم تشاهدو هكذا ملتحت ومن بعد نجيب هنا شوية على الماء نغطس هدك الوجه تاع الخبز التاعي في الماء ونعاود نغطسوها هكذا في السميت اللي يكون متوسط هذا هو السر تاع القرمشة تاع الخبز التاعي يجين يخفيف من الداخل ويجين قرمش من الفوق ونحطوه مباشرة هنا في السينية دائما نغطس يدية في شوية على الزيت باش نقدر نشكل الكورة نديرها هنا في الماء ونعاود نحطها في السميت اللي يكون متوسط هنا تقدروا تديروا لها الشكل الطولي ولا تخلوها تاني الشكل الدائري وبعد ما نكمل نقرس هكذا الخبزات التوعي بهذا الشكل كما لكم تشاهدوا ومن بعد نجيب موس ولا اولام استغيل كما هذي وندير هكذا خطوط كتازين من الفوق بهذا الطريق ومن بعد نغطي الخبز التاعي بالسربيطة نخليه يخمر للمرة التانية مدة نصف ساعة نكون سخنة الفرن التاعي مسبقا ندخله طيب من 20 إلى 25 دقيقة الفرن يكون مشعول ملتحت وملفوق طبعا ونتحصلوا مباشرة على هذا الخبز الرائع كما لكم تشاهدوا ونروحوا الآن للوصفة التانية اللي هي البادينجا المشرمل في الفرن مباشرة نجيب هنا انغي سيبيون ولا ايناء نحط فيه زوج حبات تعتهم مقطعين بهذا الشكل نحيط لهم لابوت تاحهم طبعا القشرة تاحهم وقطحتهم هكذا القطع صغيرة نحط لهم ربطة صغيرة تعمى عدنوس مقطع ونحط لهم تلت سنات تعتهم مقطعين أو محكوكين نزيد هنا الكمية تاع الملح طبعا كل هذا على حساب الكمية أو على حساب الحبات تاع البادينجا اللي درتوهم ندير شوية تاع الفلفل أسود ندير شوية تاع سكنجبير شوية تاع الكركم وندير هنا شوية تاع كومون ندير شوية تاع الزيت ونخلط هاد الشرمولة كما راكم تشاهدو نخلطوها مليح مع بعض هكذا وهنا راني جبت سوج حبات تاع بادينجا اللي اكبر قطعتهم هكذا نقيت لهم هذيك القشرة اللي ملفوق وقطعتهم هكذا بالشكل الطولي كما راكم تلاحظو نجيب الصينية تاع الفن نستف فيها هذوك القطاع تاع البادينجا ندير لهم شوية تاع الزيت من الفوق من الجهتين طبعا ومن بعد نحط الكميات تاع الشرمولة فوق هذيك الشريحة تاع البادينجا ومن ثلاثين الى خمسة وثلاثين دقيقة لازم تطلعوه للفوق وتشعلو عليه فقط ملتحت كي تحسو باللي طابعا ودهبطوه تشعلو شوية من الفوق باش يدي تحميرها خفيفة وتتحصلو على هاد النتيجة مباشرة تحطوه في سحنة تقديم تزينوه بشوية تاع المعدنوس وهذه هي الوصفة الثانية كما راكم تشاهدو شلاح تنتو ما تجربوها مدامنا ارانا في الموسم تاع البادينجا الى هنا نقولكم شكرا على حسن المتابعة وان شاء الله تكون الوصفتين تعليون عجبوكم نلتقي في كيفية اخرى باذن الله مع السلامة اشتركوا في القناة